مرحبا فيكم جميعا فيديو اليوم بعنوان how to study physiology او مادة علم وظائف العضاء مادة الفيسيولوجي من المواد الاساسية خلال سنة دراسة basic لاي تخصص صحيح فيديو اليوم استكمالا للفيديو السابق فيديو السابق كان مقسوم على جزئين اول جزء المصادر والجزء الاخر هو جزء how to study طريقة المذاكرة الصحيحة بالخطوات نسبة لمحتويات المادة مادة الفيسيولوجي تعتبر مادة نظرية اكثر من كونها وصفية اضافة لانه الفهم يشكل جزء اكبر فيها من الحفظ معادة جزئيات صغيرة زي equations المعادلات او graphs الرسومات البيانية هي الجزئيات اللي هتحتاج حفظ اكثر من الفهم بالنسبة للمصادر الكتابية فبرشح كتب الكلية او المرجع المعتمد من الكلية اما بالنسبة لجزئية الشرح فممكن ارشح قناتين على اليوتيوب افضل مصدرين شرح على اليوتيوب للفيسيولوجي هم قناتين نينجا نيرد وقناة دكتور ناجسكندر نينجا نيرد قناة محتوى بلغة انجليزية وقناة نينجا نيرد بتشرح اكثر من جزئية الفيسيولوجي بتشرحها برضو pathology وpharmacology اما بالنسبة لدكتور ناجسكندر فدكتور ناجسكندر التور عربي محتوى الشرح برضو باللغة العربية دكتور ناجسكندر كان بيدرس سابقا في كلية الطب جامعة القاهرة برح باللغة انجليزية لنينجا نيرد وشرح باللغة العربية لدكتور ناجسكندر بالنسبة للخطوات فهم اربع خطوات اول خطوة خطوة review ثاني خطوة خطوة reading ثالث خطوة خطوة active studying رابع خطوة خطوة التست هشرح كل خطوة بالتفصيل وآلية التنفيذ الخطوة وهي خطوة review وتعتمد على اخذ الفكرة العامة بعدين الدخول في التفاصيل خطوة review خطوة مهمة وآلية التنفيذ قراءة سريعة للعناوين كل شابتر كمثال في الرينا الفيسيولوجي او وظائف الكليا فموجود تحت الموضوع topic يعني مثلا اول موضوع overview of the renal function renal blood flow وهكذا نقطة كمان مهمة معرفة اهمية الشابتر نفسه يعني هل الشابتر مهم او لا بعدد الصفحات يعني مثلا لو شابتر خمسين صفحة فلا يعني تركيزي الاكبر هيكون على الشابتر المعين اكثر من شابتر عليه مثلا او فيه مثلا عشر صفحات عشرين صفحات الثانية وهي read and filter قراءة والفلترة بالنسبة للقراءة فالقراءة هتكون قراءة استطلاعية فقط اما بالنسبة للفلتر فبقص بكلمة filter يعني الهايلايت او يعني حتى لو من غير هايلايت يعني اي نوع من الاقلام يعني حتى كهايلايت للكلمات الرئيسية في الparagraph او الموضوع الثالثة وهي اهم خطوة active studying انه نحول النص او الparagraph اللي فلترناه وعيننا الكلمات الرئيسية في الموضوع ثالثة الخطوة ترتيب الموضوع بشكل يسهل استرجاع واستذكاره يعني فيه جزئيات الحفظ مثلا من استخدام نيمونيك في فيديو برضو منفصل شرحت فيه نيمونيك وطرقها بالتفصيل او استخدام تركة التلخيص اللي هي note taking او استخدام diagrams بسيطة بالموضوع لشان يسهل الموضوع المراجعة بعدين بحيث ان يكون اسهل واسرع خيرا وليس اخيرا خطوة التستنج او الاختبار في الخطوة ممكن يستخدام اي نوع من انواع الاختبارات وافضلها يعني امتحانات الامسي كيو وهي نوع من انواع امتحانات الاختيار المتعدد في فيديو اليوم شرحنا المصادر وخطوات المذاكرة للمادة بالتفصيل قبل ما اختم الفيديو بنصحكم نصيحتين يعني خلال مذاكرة مادة الفيسيولوجي اول نصيحة كثرة الاسئلة كثرة الاسئلة مهمة يعني السؤال الجوهري للموضوع نفسه مهم وبرضو مادة الفيسيولوجي مادة دقيقة وعميقة فالغماس في التفاصيل ممكن ياخذ وقت وجهد اكبر من المطلوب فالتركيز على الاجزاء الرئيسية والمهمة وتكرارها في الامتحانات يعني نصيحة مهمة كما يخص موضوع مراجعة المادة فمراجعة المادة يعتبر بجزء مهم بس ما تعتبر خطوة اساسية يعني خلال المذاكرة بس برضو خطوة المراجعة خطوة مهمة جدا بس المراجعة تكون برضو بذكاء الواحد خلال المراجعة يبتعد عن انه يعيد المعلومات اللي هو يعني اريد يفاهمها او حافظها فالمراجعة مفروض تكون محصورة على المواضيع الصعبة الفهم وكثيرة النسيان يعني حفاظا على الوقت برضو بس شكرا لمشاهدتكم الفيديو اتمنى تشاركوني تعليقاتكم في الكومنتات وراحاتكم الفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا